يا مرحبا فيكم حبيبنا ان شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة اليوم إذا أراد رح نحكي عن ثلاث عطرات يعني اتنين منهم واحد منهم يوني سيكس بس بميلر رجالي والتاني عطر نسائي لطيف جميل حبيته كتير بيستعمله وعطر جديد ربما على البعض منكم والبعض منكم بيعرفوا اللي هو رح نحكي عنه مفصلا بالجزء الثالث من هذا الفيديو ما رح طول عليكم كتير بتمنى تكونوا عم شاركوني قهوتي بها الجو الحلو واللطيف اللي أنا دايما بس يكون هيك جو بكون يعني يكون فيه شمس وهيك بتكون نفسيتي حلوة وبحب انو شارككم اللحظات الجميلة ساويت قهوتي للأسف يعني اسمحولي انو عملت الفيديو بس عملت الفيديو اكتشفت انو عم بسمعه بس بدي شوف وشوف شلون لقيت انو فيه هس عم يطلع بالصوت ما كتير زابط مع انو يعني واضح الكلام بس بس كان فيه هس رجعت بدي عيده بعد ما انا يعني ولفتو انو احكي فيه بطريقة يعني نحكي عن نوتات وكذا هلا اول عطر فانيكليف اربيلز كوليكشن اكسترا اورديناري بس هالنمبر بس هالنمبر يعني متل ما قالت لكم ما بعرف يعني شو السبب اللي عم يحطوا إلو أرقام ربما يعني عم يحاولوا يميزوا مثلاً برجن معين أو طبخة معينة وبعدين يبلشوا ينجوا منا أرقام ويتوسعوا أكتر هلأ هذا العطر يعتبر من عطور النيش هذا العطر رح نحكي هلأ يعني شوي عنه وأعطي رأيي فيه بكل مصدقية وصراحة أول شي شكراً كتير للي هداني هذا العطر من العطور يلي كتير غالي على قلبي وبحبه يعني من قلبي بحبه وبستعمله بس هذا العطر مبالغ كتير بسعره يعتبر من عطور النيش يعني إذا بتروحوا على مثلاً محل عطورات وبتفوتوا على قسم النيش رح تلاقوا الفان كليف من ضمن العطورات اللي تعتبر عطور النيش سعره من فوق تقريباً 120 دولار هلأ هذا العطر بلسمي لوزي أروماتيك خشبي إذا بتكن بهاراتي فانيلي هاي الروايح الموجودة بالنوتات اللي مصممة هذا العطر بيفتتح بالفلفل الأسود وبالقاعدة في الفانيليا واللوز وبالقاعدة خشب الأرز والمسك والساج أو التونكا هلأ نوتة التونكا هي النوتة الأساسية من هذا العطور بذكرني بفتتاح الأولد سبايس تبع بعد حلاقة ببدايته عطر رجولي بتحسوا فيه يعني شيء مايل لعطر ما بعد الحلاقة ومن ضمنه الأوبزشن يعني إذا الفانيكليف الأوبزشن يلي بيستعمله بشم فيه ريحة نظافة فهي نوتة التونكا أو عطر التونكا أو يعني الأرومة التبعة التونكا هي اللي ظهرة فيه فمثل ما قلت لكم دايما أنه بيكون فيه أكورد أساسي هو روح العطر أو قلب العطر مو القلب النوتات القلب بس قلب العطر هو الأكورد الأساسي وبعدين بيبنوا حواليه وبيبلشوا ويدوكروا فيه باللوز هلأ اللوز والتونكا أكتر شيء يعني ظاهر عليه هون وبعدين الفانيليا وبعدين الخشب بعدين كذا لحتى يجيبوا العطر يلي هن يعني متخيلينه لحتى يطلع عطر جميل حلو أداؤه يلي عم يدور على السبات العالي كتير لا مو سبات عالي كتير ولكن متل ما تفاهمنا دايما أنه العطر يعني المهم أنه نحنا نتمتع فيه برائحته إذا بقي مرافقنا ثلاث ساعات أربع ساعات كتير حلو والناس اللي عم تدور على السبات بس تدور على السبات وتستعمل عطر سابت طويل أجل فبصير فيها وجع راس أو هدك واللي عنده شقيقاء ما بتحمل النوتات المستمرة هذا كان معنا العطر اليونيسيكس ماير للرجولي ولكن يعني هلأ إذا مثلا بتشموا الوبزيشن الرجالي والنسائي كتير فيهن روح من بعض ما فيكن تميزوهن كتير إذا كنتوا عم تحبوا هاي النوتة اللي هي أكتر شي تظهر فيها التونكا واللوز هلأ هذا أول واحد الثاني هلأ إذا بدتكم بعملكم روفيو على القهوة اللي هي عم بشربة كتير طيبة وحلوة ومن قهوة لبنان يعني من محل كتير ظريف بس كتير بحب هاي القهوة يعني بتمتع فيها أنا بشرب قهوتي بهيل وبدون سكر بس يعني غالبية الناس بلبنان ما بحبوها مع الهيل لأنه بحبوا يستدوقوا القهوة اللي بيور بدون بدون ديكوريشن. بس أنا تعودت يعني على الديكوريشن بالنوتات يحبوني يعني طولت عليهم يمكن هلأ هذا العطر النساء الثاني اللي هو نكتار لوف من ديكي انواي تقريبا العطر سعره بحدود 47 دولار للميتة ملي من من العطرات الجميلة اللي بحب ريحة النكتارين يعني اللي هي الدراء ببلاد الشام بنقلة من العطرات الجميلة جدا بستعمله وانتو تعودتوا علي انو انا بستعمل نسائي احيانا ورجالي متل ما هني بميزوهم بس انا ما مقتنع بهذا الفصل يعني الفصل العنصري الرجالي والنسائي ولكن العطر هو عطر والعطر الجميل هو عطر جميل وما تنسوا انو الازواء دايما بتختلف يعني اللي بحبوا انا ما ضروري تحبوا انتو بس انا من تجربتي عم بحكي ربما يعني بعض الناس يعني بتحب هاي النوتات فبتجربوه وبتاخد منه هلا الديكي انواي من افتتاحياته النكتارين والجريب فروت وبوسطه الفانيليا والزنبق الوادي والياسمين وبالقاعدة خشب الارز وزهر البرتقال والخشب الساج هلا للناس المهتمين بقصص التصميم زهر البرتقال عادة يعني بهذا العطر كتوزيع ولكن يمكن يكون فيه عنكم اللوجيك انو تعرفوا كيف تبنوا العطر حتى لو كان هاي هادي النوتة تستعمل كنوتات افتتاحية لانه هي وزنة خفيف بتفوح اكتر بصير الفيبراشن تبعه او الفيبراشن يمكن اعلى بس فيكن تستعملوها بنوتات القاعدة عادي يمكن تعطي بس تلمسه وما تنسوا انو اجزاء صغيرة جدا من الخلطة يعني ممكن تعمل اساس او تغير بتكوين او هيئة العطر هلا هذا الدكا نواي قلنا عنه من العطور الجميلة هلا وقته اللي بتحب الرائحة الفاكهية يعني تروح لالو هلا وقته ربيعي صيفي جميل جدا لطيف يمكن تكون اتركتف حتى العطر الثالث العطر الثالث يا اصحابي هو الايزوي سوبر هلا في منكن بيعرف الايزوي سوبر والجزء الكبير ما بيعرف الايزوي سوبر الايزوي سوبر الان يستعمل به تقريبا 80 الى 90 بالمئة من كل العطرات اللي عم تنزل ع السوق ما الايزوي سوبر شو بستعملوه البرفيومر بكيف كيف بستعملوه او كيف بيصنفوه الايزوي سوبر هو مكون كيميائي اذا شميته عطر المولوكول ون او المولوكول اكستريتي يمكن اسموه ون تقريبا سعره بحدود 100 اورو هو ايزوي سوبر اذا بدك تشمو الايزوي سوبر لحاله ما بينشم ولكن بيضيفه عليه ريحته مسكي باودري ولكن بيضيفه عليه يعني بعض الأشياء مثلا ممكن ينخلط مع العنبر ممكن مع المسك ممكن مع العود إلى آخره بس هذا يستعمل البرفيومر بيستعمله كبلندر يعني لحتى يجمع نوتة الافتتاحية والوسط والقاعدة وانتو بتعرفوا انه ما بيكفي انه نحن نعمل ثلاث طبقات للعطر بناء على الوزن الزري تبعهم وبعدين نقول خلصنا من عطرنا بدي يكون فيه له تهزيب وترتيب وبيدي يكون فيه له شيء لحتى يربط هالنوتات مع بعض الإيزو إي سوبر واحد من هالأروما كيميكال يلي بتربط النوتات مع بعضه طيب الإيزو إي سوبر هذا هون النقطة المهمة يلي أنا آثرت لأنه أنا أحكيييي لحتى انتو باهولة هلا على انترنت عمين باع هذا تقريبا سعره بحدود عشرين دولار عادة ميت ميلي تركيزه يدي بارفوم يعني أقل شيء من 18 بالمية لعشرين بالمية أنا وقت طلعت من بمنظمة الإفراء منظمة الإفراء بتقول لازم يكون حسب مفهمت أنا وإذا أنا كنت غلطان بيتمنى من الأخوة اللي مهتمين بهذا الموضوع السح وحولي وفي كون تجوغلو حسب مفهمت يقولون الإيزو إيصدر أنا بالنسبة لي بستعمله 20% من تكوين الفورمولة تباعي يعني مثلاً لو الفورمولة تباعي 10 ملي بستعمل منه أنا هذا 2 ملي يعني 20% من مجموع الفورمولة أو من حجم الفورمولة تباعي بالجرام مثلاً إذا عم استعمل 10 جرام بستعمل منه 2 جرام هذا الكنسطراتي طبعه اللي هو 20% هلأ في ناس تتحسس من هذا بمنظمة الإفراء هذا اللي قالين إنه هو المفروض يكون 20% من الفورمولة تبعك أو من التركيز تبع الزيت اللي إنتم ساوي أو تصميمك هلأ هذا 18 إلى 20% ربما ربما يسبب حساسية للبعض وربما ما يسبب حساسية ولكن من الروايح الجميلة ولكن أنا بتمنى دايماً منكم إنكم تاخدوا حذركم من التركيز للمواد الكيميائية مثل الإيزو إي سوبر هلأ هذا مخلوط مع مواد تانية مثل المسك أو اللوز ربما ما يكون خطر ولكن آثرت أنه أنا أقول لكم أنتبهوا من الكنسطرات اللي بيكون بالعطر للمواد اللي ظاهرة إنه هي كيموية للي ظاهرة لكم لأنه مو دايماً بتظهر فالإيزو إي سوبر هو لحاله عم يقول إنه أنا مادة كيميائية وموجود بتسعين إلى تسعين بالمئة من العطور أنتبهوا هذا من العطور أنا اللي بحب بيستعملها جميلة جداً مسكية بودورية بيستعمل معه شي تاني ولكن هو أساساً كيميائياً يستعمل كبلندر طولت عليكم كتير ناشرة دقيقة خجلان كتير منكم ما انتبهت على حالي إنه حكيت هيك ولكن دايماً موضوع العطور وقت يكون في شي لازم نخبره أو معلومة لازم نشاركها بحب شاركة معكن والجو حلو بتمنى لكم كل الأوقات السعيدة هلأ صارت الدنيا عنا ربيع يعني إن شاء الله يا رب هيك يبقى الجو ويلي صار عنده ربيع يتمتع بأوقاته ما يفوت فرصة ما حلوة يعيشوا الآن انسوا يلي متعبكم من أول وما تخلوا المتعبكم يكون مستقبلكم نصيحة من أخ بحبكم أنا بحبكم كتير كونوا بخير وأيامكم يا رب كله عطر يلي حب الفيديو يشاركوا واللي ما حبوا يعمل دسلايك عادي ما في مشكلة بس محبتي دايما نقلكن مستمرة يلي اللي بحبني واللي ما بحبني كونوا بخير بأمان الله اشتركوا في القناة